اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت هتلاقي جوزي مورينيو وقتها كنت هتلاقي كمان بعدهم بيب جوارديولا زهر ديل بوسكي كان وقتها برضو مسيطر يعني كل الاسماء تليهم اسبانيا فرنسا وشوية ايطاليا وانجلترا شوية او في الدورة الانجليز الالمان كانوا بعيد جدا انت تحس ان فيه شيء ما برضو حصل كده زي ما كنت قولك انهم عملوا فصلة قوية للمدربين اشتغلوا صح زي ما اشتغلوا في الناشئين زي ما اشتغلوا وبقى المنتخب الالماني دايما دايما منتخبات المانيا اللي الناشئين بتلاقيه بتنافس في البطولات وبتطلع اسماء برضو اشتغلوا لان كل مدرب تقلق فيه او كل مدرب الماني بدأ يعمل اسم متقلق او بدأ شغل منه هو صغير يورجين كلوب بدأ شغل من بدر اوي مع ماينز هو صغير طبعا ناجل زي ما كنا بنتكلم عنه بدأ شغل كمان منه هو في العشرينات واحد من ازغر مدربين في تاريخ الكلاسيقية والدوريات الكوبرى بتكلم عن توماس طوخل طبعا والراجل البقى اللي عنده عصاية سحرية ماشي بيها كده ده بالمناسبة يورجين كلوب لانه الناس ممكن ما تعرفوش من غير النظارة الناس عاودت عليه دايما بالنظارة طوماس طوخل طبعا انا الان من غير النظارة انا حسس ان العفقرية كلها طبعا حتى بص حتى الكوميكس او الرسمات التعبيرية لما خد مثلا الدوري الانجليزي او خد شامبينز ليك كانوا بيحطوا الكاس كده وحليل ان الضارة بتاعته عارفك انها كتريد مارك فهو شكله مستغرابه وحتى ناجز من هنا لزارفة صورة مدرب طبعا حسن انه لسه في النشئين او بس لعب هو كده لعب طلع يقولهم في المتابس هنزف ليك طبعا بيرحقون هم زميلنا في الاخراج ويعني هنزف ليك واحد عمل موسيق اسطوري واحد خاواخد سوداسية وكمان جاي بعد نيكو كوفتش اللي هو فريق منهول زي بس الزبط توماس دوخل انت تحس ان الالمان دول بيعرفوا سكة النجاح ازاي يعني هو بيبقى عنده مقومات النجاح وبيعرف استخرج افضل حاجة من كل حد لان هنزف ليك زي تجربة توماس دوخل مع تشيلسي هنزف ليك جاي على فريق شبا ومونهار بيرحن ومينك بعد نيكو كوفتش راح خد سوداسية ست بطولات وتجربة كلوب ودورت موند في الاول لعب كامعة ترجبة الالمان خارج حدود المانية يعني ناجلسمن مع البيرن طبيعي ان البيرن يوفق فيه اندية بتوفر للمدين الفانيين يعني خطة النجاح انك انت تنجح معاه ده امر سهل وانت بي عندك احسن تشكيلة في الدول لكن لما تروح انت من المانيا تروح تدرى فريق زي ليفر بول وهو بعيد بقالوه سنين جدا اعمل فرقة اللي لديها تاريخ وبطولاتها بس بعيد وابينفس لما تاخل يروح فرقة زي تشيلسي في نفس الموسم اللي هو افاس فيه بدوري الابطال كانت فرقة مبتدي الموسم كأسوة ما يكون مع فرانت لامفر وتعمل معهم الشفت ده ده يقول انك عندك ناس سينيه اهو ده بالزبط هو ده اللي خليك تحط المدربين الالمان في هذا الكلاس ليه؟ لان المدرب الالماني اللي نجح جوا المانيا يعني جوزي مورينيو لما اخد مع بورتو الشاميوس دي اضحق انه مدرب كبير بس ما تقدرش تحكم عليه بقى وتحطوا ضمن الاساتيريا لما راح خات شامبيرز ليج مع انتر مي لما ست لما راح تشيلسي وقصر الدنيا معاه ساعتها ممكن تحطوا في هذا المستوى فالمدربين الالماني لانهم نجحوا وظهروا وتألقوا جوه المانيا بدأوا يخرجوا برا وبدأ اثبات تألقهم ده وبالتالي لازم تحط دلوقتي لو بتحط مدارس تدريبية في العالم لازم تحط في المركز الاول دلوقتي المانيا وعلى الاول مناصفة فدي تجربة برضو تستحق الدراسة الحقيقة الوحل الدوري الانجليزي بيمير ليج الدوري الاقوى تهيئلي يعني لو انت تتفق معي على مستوى العالم النسخة دي تبدو انها اكثر سخونة اكثر اثارة كتير من الفرق دعمت صفوفها قبل في المركز وبشكل محترم في مقدمتها الماني يونيتد عمل صفقتين انا بشوف انهم هيفرقوا معا كتير خصوصا انه كان فيه بوادر من المسم الاخير انه عايز يرجع عايز يقدم نسخة منشستان اينايتد بتاعت أليكس بيركسن بكلم على بقى جيل كانت هنا وبوست كولز وراين جيجز نفسه طبعا برضو من الاندر ريتد اللي لما يتحطي تشكيلات تاريخية دايما بيتنسي مش عارف ليه مع انه واحد من اعظم اللاعبين في التاريخ فاران طبعا قدامنا واحدة من الصفقات المهمة جدا في الدوري الانجليزي كله مش بس وسانشو انا بشوف سانشو الحقيقة لعيبها خطير جدا اضافة عظيمة طبعا رأيك في اطلاقة الدوري الانجليزي وتوقعتك لشكل منافسة في النوس خليص شوف هو واضح ان كل الكبار واخدينها جد قوي المركات وقدر الامكان طبعا اكيد كورونا اثر وفكرة الفلوس وكده اثرت بشكل ما لكن كله حاول يعمل افضل حاجة ممكنة وكله واخد الامور انت بتتكلم في جولة يعني تقريبا فاشت عدولية كل الناس بتسعى للمكسب وكل الناس جاي بقواه خصوصا الكبار لان السنة دي الموسم ده محدش من الاندية المرشحة بنتكلم عن ستة كبار في انجلترا يمكن بتكلم عن خامسة دلوقتي اذا كان ارسنال خط خطوة الورا شوية فبتتكلم عن مجموعة اندية مش هتسمح باي مفاجآت وفقا للتشكيلات ووفقا للسكواد ووفقا للتحضيرات وللميركات وكل حاجة اقدر اقولك ان احنا عندنا اربع اندية او تلات اندية يعني هيكون بينها المنافسة نظريا وهي طبعا بتتكلم عن منشستر ينايتد تشيلسي منشستر سيتي رغم هزيمة منشستر سيتي لا مش بالترتيب ومقدر شرات بصعب ليفربول عنده مشكلة انه كان محتاج تدعيم افضل من كده في المركب هو طبعا جاب ابراهيمة كوناتي وده قلب ادفاع واعد جدا وده مركز كان عنده فيه مشكلة ليفربول لكن كمان ليفربول عنده مشكلة في وسط الملحب احنا شفنا وسط الملحب قدام نورويتش في المباراة الاولى نحط جيمس ميلنر وميلنر اصلا ما كانش لعب اساسي ليه ما فكروش رجع كوتينيو يعني انا كنت شايف انه الوقت ده مناسب جدا والازمة اللي بيمر بيها البارسا وكوتينيو اللي مش لقي نفسه في الدوري الاسباني ولا في الدوري الالماني كنت شاف انها صفقة يعني وين وين سيتييشن زي ما بيقولوا كوتينيو هيستفيد والليفربول هيستفيد وبرشون هيستفيد محدش ليه فكر في حاجة زي كده لان فلسفة لعب يورجين كلوب مش هتناسب كوتينيو دلوقتي كوتينيو لما كان موجود وكان معه مثلا لويس سوارز يعني كان شكل اداء ليفربول مناسب لكوتينيو طريقة الاداء لما كان بيلعب بتلاتة تحت راس الحرب دلوقتي الاربعة تلاتة تلاتة ممكن جدا ما تلاقيش مكان لكوتينيو فيها لانه مش هيقدي جناح زي صلاح وزي ساديو ماني مش هيلعب جناح زيهم وفكرة انه يلعب رقم عشرة او يبقى لاعب من لعبي رقم عشرة هو ده مكانه طبع طبع بس ساعتها انت يورجين كلوب بيلعب اربعة تلاتة تلاتة فساعتها تستغنى عن واحد من السلاسي اللي المفروض يعملولك اداء دفاعي وكمان يقدي هجومي وكده كده عنده فينالدوم خلاص باي باي ما هو فينالدوم كان بيدافع كويس او كان بيكمل بس بيدافع كويس كوتينيو مش هيدافع فانت هتبقى بتلعب بطارية اقرب لاربعة تلاتة واحد دي مش فلسفة يورجين كلوب ولو حط زي ما قلتلك كوتينيو لعب تالت في وسط الملعب يبقى كده بيخسر لعب دفاعيه هتعمل له مشاكل دفاعيه فهي دي بس يعني هي الفلسفة الفنية مش مناسبة حد يبقى عنده فاندايكو يحتاج لعيبة في نص الملعب تدافع يعنى ربنا نحمى والله يكمل بقى السيشف من جه المشاكل وكان هيتأثر بدنيا جدا هو الراجل مركز جدا أنه يبدأ الموسم هو في أتم وهو كان ظهر الحقيقة في المباراة الأولى بشكل كويس تراحنا على تشيلسي الموسم النسخة دي؟ لازم يعني تشيلسي أولا قدم أفضل نسخة ممكنة مع ختام الموسم الماضي توجها بفوز مستحق بدور الأبطال زائد كمان بيعمل إضافات وبيجيب له كاركوك وهذا المهاجم العظيم لأن كان فيه مشكلة عند تشيلسي أنه دايما اللمسة الأخيرة إلى حد ما عندك تيمو فيرنر بيتحرك كويس ويفتح مساعة وكل حاجة بس عنده التطش الأخير في مشكلة فلما تحط لوكاكو على المجموعة دي بقى وتحطيه ميسون ماونت وتحطيه هاورس وتحطيه بولي سيتش وتحطيه لو حاكم زياش كمل سيت طبعا كانتي وكوفا سيتش وشونشينيو لأ أنت بتتكلم وطبعا لسه أسبلي كويتا في عز مستوى تشالوبا اللي طالع لنا ده وحاجة عظيمة جدا يعني لأ الفرقة طبعا مندي الحارس للإضافة الكبيرة بعد أخطاء كيبة فلا أنت عندك تشكيلة متكاملة كمان اتقوط بوجود لوكاكو فلازم يكون مرشح لأنه عنده ثبات الفريق تحس أنه خلاص الهارموني بتاعه كله فهم بعضه استوعبه الثلاثة أربعة ثلاثة أو الثلاثة خمسة اتنين بتاعة تومستوكل فالفريق جاهز لأنه يكسب أي بطولة يدخل فيها فطبعا لازم تحطه من ضمنه مرشحين ومنشستر سيتي كمان لازم تحطه رغب الهزيمة في مينتوتنهم يستحق الهزيمة من وجه التنظرك؟ لا هو طبعا عمل مبارك بيقى وخلي بالك معظم المبارات حتى المستيزون اللي فات المانشستر سيتي ويقى فيها كان بيبقى مانشستر سيتي هو الأفضل بس دايما مانشستر سيتي محتاج رأس حرب أنا شايف أنه مع مين أقرب ومين تتوقع؟ عشان كده هو الحد دلوقتي هاري كين لسه ملاحة مفتورة وكيل أعمال رونالدو عرض اسم رونالدو على دارة مانشستر سيتي؟ ده حقيقي ده يقال طبعا دي تسريبات في الصحافة وزي ما رونالدو يعني كلم كده الشيرينجيتو أصحابه في البرنامج الإسباني الشهير لأنه كمان علاقته بيهم كويسة وقال لهم يعني إرموا خبر أننا في كلام ممكن من ريال مدريد ورجع رونالدو نفسه قال لما أنشلوتي قال أنشلوتي قال مش عايزه وطلع رونالدو طبعا نفع الموضودة فقط رونالدو زاكي وعنده فكرة الماركتك هو عارف أن فكرة عودته الريال مدريد صفر في المايد أنا أتكلم على السيتي ليه؟ أنا أتكلم على السيتي أنه رونالدو X يونيتد وأنت عارف السيتي واليونيتد ولا يفرق معها لأن خلص هم واحد زي كريستانو رونالدو عدى يعني القصة المرحلة دي عدى المرحلة دي لا ما فيش أي مشكلة ما شالعب لفرقتي اللي ابتدت فيها ما فيش الكلام ده وأعتقد أنه وارد جداً هو كده كده قد يكون هذا هو الموسم الأخير لكريستانو رونالدو مع يوفانتوس لما يخلص خلصه هيبقى فري من الموسم الجاي هو لا هو ما فيش الريال سيتي هيبقى PSG هو دول بيت شي صعب ليه؟ لأن الموضوع هيبقى صعب على رونالدو نفسه وعلى ميسي اه احنا نتمنى احنا شفنا ميسي مع راموس بيأخذوا بعضو بالحضن وبيهزروا مع بعضو مش كيرا بيتخنوا بعضو لا ده بيقوله تعالى عد عندي في الفيلا لحد ما نشوف لك بيت انا ما انت جاءوا الافلام العربي القديم ده انت صاحب من نصل لبعض في الغربة يعني تحس ان هم كانوا ما شاء الله علي لكن الموضوع مش علاقة انسانية بقدر ما هو موضوع مختلف تماما في التسويق والماركتنج وفكرة الافضلية في الملعب لان حتى النهاردة كريستيانو رونالدو بيحارب عشان ياخد بالوندور ويكون هو السوبرستار الواحد في العالم وميسي بيشتغل على نفس هذا الاساس هيبقى فيه مشاكل في الدربات الجزاء في الدربات الحرة في فكرة اصلا ان التهديف فكرة صناعة الاهداف مين هينجم مين بين ميسي ونيمار وكان حاصل قبل كده في بارسا بين ميسي ونيمار ويبدو كمان انه حاصل بين ميسي وامبابيل اللي عنده رغبة في انه هو يروح الريال بس انا لازم اروح لفاصل وارجع اكمل معاك شوية لانه مخلصش دورة انجليزية عندي على الاستفاهم كبيرة جدا على الارسنال وعايز اتكلم معاك في الراس حربة من سيتي اللي انت تتوقع ان يكون الصفقة الافضل والانسب لمن سيتي بس بعد فاصل سريع جدا اللي انت تتوقع